خبرين بفيك نيوز الليلة وخبرنا الأول من إسرائيل حيث غرد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفخي أدرعي معلقا على تصريحات للرئيس اللبناني ميشيل عون حول سيادة لبنان بأول أدرعي تعقيبا على كلام رئيس جمهورية لبنان ميشيل عون أنه لا شريكة للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادتهم نقدم صورتين والصورتين اللي قدمون هني وحدة لتمثال لقائد فايلق القدس قاسم سليماني سيوضع بأحد شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت والتانية صورة أخرى لسليماني معلقة على طريق مطار بيروت الدولي ما فهمت يعني شو بيعملك الرئيس اللبناني ما تكون مفكر أنه رح ينزل يشيل التمثال أو يزيل الصور شخصيا حبيبي الرئيس اللبناني مشغول عم بحارب الفساد عم بإنفجار المرفأ عم يحيي الاقتصاد فضيلك وفاضل السيادة خبرنا التاني من إيران ورؤية 2041 هيتقدم نواب بالبرلمان الإيراني مشروع قانون يلزم الحكومات المتعاقبة بالقضاء على إسرائيل خلال عشرين سنة والعمل على إخراج القوات الأمريكية من المنطقة عشرين سنة بدنا ننطر عشرين سنة للقضاء على إسرائيل من مع أساس إزالة إسرائيل بتاخد سبعة دقايق ونص حسب الحرس التوري مظبوط بعد عشرين سنة بسبعة دقايق ونص بيزيلوا إسرائيل أعزائي المشاهدين كتار يمكن منكم عملوا الشيء اللي بيسموه نيو يير ريزولوشن للسنة الجديدة بالمناسبة كل عام وأنتوا بألف خير وإن شاء الله السنة الجديدة أهم شيء فيها الصحة ونخلص من كورونا هلأ بكل سنة الجديدة بتبلش الناس بتعمل شيء بيسموه ريزولوشن بتوعد حالة أن تنفذ أمر معين بالسنة الجديدة وعادة أن الوصول لهالريزولوشن مش مش شغلة بسيطة يعني بياخد وقت لأن فيه تحدي مثلا بوقف أكل لحمة أو ما بوقف بعمل رياضة أو ما بعمل رياضة بقرأ عشر كتب أو أربعين كتاب برد على آسم سليماني أو ما برد مش هيني شغلة منا بسيطة إيران قوية عندما تريد أن ترد عسكريا في الوقت المناسب كيف وأين ومتى عندما تريد أن ترد أمنيا في الوقت المناسب كيف وأين ومتى قائد فيلك القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعي القاعني خلال مراسم الذكرى السنوية الأولى أكد أن طريق المقاومات لن يتغير وقد يأتي الرد على اغتيال الفريق قاسم سليماني من الداخل الأمريكي قولا واحدا 2021 الريزولوشن هو أنه فيه رد وأصلا ليك يعني إيران حذرت أمريكا مش عم نمزحها بس ما حذرتها من الرد حذرتها من شيء تاني وزير الخارجية الإيرانية تحدثوا عن معلومات حول مساعي إسرائيلية لطوريط الولايات المتحدة بحرب ضد إيران ويحذر ترامب وأصدقائه الإقليميين من رد الفعل الإيراني قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواذريف أن معلومات استخبارية من العراق تشير إلى أن عملاء إسرائيليين يتآمرون لشن هجمات على الأمريكيين في العراق وجرد ترامب إلى حرب من خلال ذرائع مصطنعة وفي تغريدة على تويتر حذر ضريف ترامب مما وصفها بالمصيدة حذر أمريكا من المصيدة؟ ما أنت لازم تكون قاعد حذر المصيدة ناطر أمريكا توقع وتكمشها أنه إذا بدك ترده للبد لازم تكون عم بتصلي أنه أمريكا توقع بالفخ مش تحذرها ما توقع بالفخ حبيبي إذا أنت حذرت من الفخ الإسرائيلي وقامت هي ما وقعت فيه كيف أنت بترجع بترد؟ أبو الصوس هيدا سؤال غبي مثل عابتك مين قال؟ مين قال أنه هي اللي رح ترد؟ بلكي خيي حلفائها بلكي حلفائها رده أصلا رينا هالكلام أنه غزة ولبنان هي الجبهات الإيرانية الأمامية مش مزبوط ولكي مش مزبوط أحد الأخوة الأعزاء في إيران الأخ العميد حاجزادة كان عنده تصريح وسائل أعلام لبنانية أخذت تصريح وقامت بتزويره وتحريفه شوفوا بالعنوان فوق بيكتبوا الحرس الثوري الإيراني صواريخ لبنان وغزة كلها من دعمنا وهي خطنا الأمامي لمواجهة إسرائيل جوة بالمثل اللي بعدنا بالعربي ما جينا عن نص الفرسي بالعربي بيقول أن كل ما تمتلكه غزة ولبنان من قدرات صاروخية تم بدعم إيران وهما الخط الأمامي لمواجهة إسرائيل ما في الخط الأمامي لنا لمواجهة إسرائيل ما في الخط الإمامي للدفاع عن إيران لمواجهة السلاعين لك إلي هيك من الأول إلي هيك من الأول ريحت لي أعصابي ما قال تبهوا ما قال إنه لبنان وغزة جبهة أمامية قال لبنان وغزة جبهة أمامية إيه وشو الفرق ما فهمه إنه حبيبي جنرال إيراني عم بيحكي بمناسبة ذكرى مرور سنة على مقتل آسم سليماني حكي عن لبنان وعن غزة كجبهات أمامية شو بيكون عم بيحكي كمحلل سياسي مثلا محلل استراتيجي درس بالجغرافيا ما فهمت بس ممكن توضح لنا أكتر يعني الصواريخ أصدق إنه مش إيرانية ولبنان وغزة مش جبهة أمامية نعم الجمهورية الإسلامية نحن أيضا نقول هي التي تدعم بالسلاح وبالصواريخ ونحن أيضا نقول نحن جبهة أمامية وغزة جبهة أمامية الله لا يضيع حدا معك ليك قبل ما قبل ما نتفق إنه نيو يير رزولوشن إذا في رد أو ما في رد إيراني خلي هالرزولوشن خي يكون تحسين اللغة العربية يعني بلش حسين اللغة العربية لنفهم عليك لما عم نفهم يعني قلنا خي ما بنعرف فيرسي وأنت يبدو ملك الفيرسي عبياد طلعنا عربي ما عم نفهم عليك لا فيرسي ولا عربي لأ لزيز قعد نسك لوراق قدامه وضبط حاله كذا حمل لوراق وفتح له الزلمة ما قال لبنان وغزة جبهة أمامية إنما قال إن لبنان وغزة جبهة أمامية ونحن منقول لبنان وغزة جبهة أمامية خي شو الفرق بين هوتلت جمال ما هني بزيتون يا ما فهمت لك لتريحوا حالكم من هالورطة من بهدلة إنه مرح ترده على مقتل سليماني خي أنا رأيي صراحة الرئيس روحاني ليه لكم الحل لقد تضرر العدو من جريمة اغتيال قاسم سليماني الوحشية وعلى الأعداء أن يعلموا أن إيران وشعوب المنطقة ستنتقم منهم في الوقت المناسب وستقطع رجل أمريكا في المنطقة هذه هي قال لك صحيح اغتيله الجنرال قاسم سليماني بس مين اللي تضرر من الاغتيال؟ العدو العدو هو اللي تضرر يعني من هلأ هني قتلوا وهن تضرروا يعني من هلأ لجمعة جمعتين شهر إذا العدو ما قتل حدا أنا رأيي نقول لكم شي واحد ينتحر يعني هو يبادر وينتحر كمان بركب يتضرر العدو قال لك العدو تضرر من مقتل سليماني طب إذا تضرر بالتالي لشو الرد الشبيبة أبو الصوس برده بحالة وحدة بس هيدي هي اليوم الكيان الغاصب رهينة واقعا رهينة عند الجمهورية الإسلامية وعنده فصائل المقاومة لذلك من يفكر بضرب الجمهورية الإسلامية عليه أن يحسب ألف حساب لبقاء هذا الكيان الغاصب إلى شك إذا حصل فرض حرب الآن أو معركة كبيرة واسعة محور المقاومة قادر على الرد وقادر على تحقيق انتصار مهم على الكيان ولكن هو طامح هذا التأجيل هو طامح إلى انتصار بائن ينهي هذا الموضوع تماما سولد سولد وعالآخر يعني ما أنه أقل من نهاية الكيان ما بتوفي معهم للشباب انتبه هاي دي قصة أنه نص معركة وربع معركة لشو تضيع الوقت لشو هلأ بيقعدوا وبينطروا بالوقت المناسب مش بيردوا بيمحوا إسرائيل من الوجود ما بدلش وأصلا العدو بأعلى درجات الارتباك أبو الصوص مطمع مخبرك لهالسبب لأنه بيعرف بكرة قدما العدو مرتبك ومزعور وقايف ما بتعرف مين رح يقتل أو وين رح يقصف بكرة بتشوف سجلوا كلامي بكرة بتشوفوا قدام مرتبكين كتير مرتبكين من على الآخر على الآخر الرد الإيراني المحتمل بذكرى مرور سنة على مقتل الجنرال قاسم سليماني احتل عنوين الأخبار والتحليلات حول العالم مرت الذكرى من دون رد أو هيكي بيعتقد البعض لأن في البعض الآخر بيقول أنه إيران فعلا ردت كيف وين موضوع مهم بيستاهل كلام جد ما في قواعد أمريكية ضربت ما في شخصيات أمريكية قتلت ما في مصالح أمريكية مباشرة استهدفت مثل سفارة أو مركز معين أو شيء من هالقبيل والأرجح ما رح نشوف هالشيء إنما إيران على طريقتها ردت على مقتل سليماني ردت بأكتر من مكان من العواصم الأربعة اللي بتقول إنها بتحكمها بالعالم العربي بلش من لبنان بالتزامن مع الذكرى الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني وأبو مهد المهندس نشر حزب الله صوراً لسليماني والمهندس في شوارع بيروت وعلى طول طريق المطار كما قام الحزب برفع صور عملاقة لسليماني بالقرب من السياج التقني في الجنوب وأطلق الحزب اسم القياد في الحرس الثوري على مساحات عامة في جنوب لبنان وشرقه وأقام احتفالات شارك فيها قياديون في الحزب ولا تلوح في الأفق أي مؤشرة على نهاية قريبة للخلافات بين القوى السياسية إذ لا يزال رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري غير قادر على تمرير حكومة كفاءات غير حزبية تتضفر العوامل والمعطيات التي تعرقل عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ولا يختلف اثنان هنا على أن هذا تعثر المستمر يزيد من حدة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد غزوة صور سليماني وتعطيل تشكيل الحكومة في لبنان هو رسالة إيرانية واضحة أنه هذا هو الرد الإيراني أو جزء من الرد الإيراني العنوان نحن ما زلنا هنا قاعدين موجودين نحتل الحيز العام في لبنان نحتل النظام السياسي والحكومة تتشكل أو لا تتشكل وفق رغباتنا يعني بتقدروا تقتلوا آسم سليماني بس ما بتقدروا تعطلوا إنجازاته اللي وحدة منها امساك إيران بلبنان العاصمة التانية أو المدينة التانية اللي كان الشهدة ترد هي عدن هكذا بدى المشهد في مطار عدن اليمني عقب وصول الطائرة التي كانت تقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة إن ميليشيات الحوثي الإرهابية هي من يقف وراء هذا الحادث الإجرامي يمكن الحديث الآن عن موضوع قضايا فاون أو متفجرات أصبح من الماضي واضح إنها صواريخ موجهة معلومات أيضا للإستخباراتية والأمنية إن هناك خبراء إيرانيين كانوا خلال الأشهر الماضية يعدوا لمثل هذه الأعمال عندما نتكلم عن الحوثي نتكلم عن إيران ومشروعها التخريبي في المنطقة قصف مطار عدن من قبل الحوثيين هو محاولة كان ممكن تنجح مش لاغتيال رئيس حكومة أو وزير يمني بهذه الحكومة إنما اغتيال للحكومة اليمنية كلها عم نحكي عن قصف صاروخي استهدف حكومة كاملة استهدف بشكل أكتر دقة اتفاق الرياض اللي أنتجها الحكومة يعني استهدف خارطة الطريق الوحيد المتاحة لتوحيد اليمنيين خلف حل سياسي وعسكري متكامل الطرف الوحيد اللي خارج هالاتفاق هو الحوثي وإيران كمان مرة كمان مرة عم تقول إيران أنا موجودة باليمن وباقي باليمن ومثل بلبنان بتقدروا تقتله آسم سليماني بس ما بتقدروا تقتله إنجازاته اللي من بين احتلال إيران عبر الحوثي لجزء كبير من اليمن العاصمة الثالثة بغدال تصعيد بلغ أوجه بين الميليشيات الموالية لإيران في العراق من جهة وحكومة الكاظمي من جهة أخرى وتوقعات بانفلات عقال المواجهة المؤجلة إلى الآن بين الطرفين ويبدو بأن الميليشيات ماضية في تحدي الكاظمي وفرض الأمر الواقع بنزول عناصرها إلى الشارع وانتشارها بقوة السلاح أمام أنظار الجميع بمن فيهم القوات الأمنية تحدي الميليشيات للكاظمي يميط لثامة عن إحدى أكبر الأزمات التي تعيشها الحكومة الحالية في ظل انتشار الميليشيات من جديد ومحاولتها إضفاء الشرعية لنفسها بقوة السلاح قد ما في توتر بين الميليشيات الشيعية الإيرانية وبين حكومة مصطفى الكاظمي بتحس أن هذه الميليشيات أجلت الاشتباك مع واشنطن أجلت الاشتباك مع الجيش الأمريكي والسفارة الأمريكية بالعراق ومش تبكي مع الحكومة العراقية ليه؟ لأن هذه أول حكومة عراقية عراقية بهالوضوح عراقية بخطابة بأولوياتها بطريقة شغلة بالتفاف العراقيين حولها وبعملها وفق قاعدة العراق أولا حكومة من هالنوع فورا تحولت لهدف للميليشيات الشيعية الحليفة لإيران يعني هدف لإيران هذا كله بنفس سياق وتوقيت الأحداث بلبنان واليمن وكمان نفس الرسالة بتقدروا تقتلوا آسم سليماني بس ما بتقدروا تلغوا إنجازاته اللي منها احتلال إيران لجزء من القرار السيادي العراقي عبر الميليشيات بمكان رابع بعتت إيران رسائل إنما هالمرة باتجاه دول الخليج بنفس الأسبوع اللي عم ينحكى فيه عن هل ترد إيران أو لا ترد كانتها الرسالة قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن جزر أبو موسى وطنب الكبرى والصغرى لها دور دفاعي مهم في ردع التهديدات بمياه الخليج جاء ذلك أثناء زيارة سلامي لجزيرة أبو موسى إحدى الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات بعد أسبوع من زيارة قائد بحرية الحرس الثوري لجزيرتي طنب الكبرى والصغرى طيب اللي قتل سليماني هن الأمريكان قتلوا بطيارة من دون طيار وين فوق مطار بغداد شو خص مياه الخليج بالموضوع صحيح اليوم في صفن أمريكية وغير أمريكية بالخليج بس أساس المعركة يفترض أنه مع الأمريكان بالعراق شو خص مياه الخليج شو خص سيادة الدول الخليجية اللي هايدي مياها ممكن حدا يسأل طيب ليه ليه عم تعتبروا أنه هايدي التطورات بالإضافة لتطورات اليمن ولبنان والعراق هي رسائل إيرانية أو ردود إيرانية بدل عن الردود الضائعة على مقتل قاسم سليماني ليه يعني أنه مش قادر يرد الإيراني على أمريكا عم برد بهيدي الطريقة ليه معتبرينها هيك من وين جيبين هالقراءة هالتحليل الحقيقة نحن ما جيبينه إيران جيبته هي قالت عنه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف شدد على أن أي لعب بالنار سيقابل برد جاد وسيء ولسيما ضد أصدقاء ترامب المقربين أصدقاء ترامب المقربين فضل هذا وزير خارجية إيران بلسانو عم بيقول لك سنرد على أصدقاء ترامب المقربين مين أصدقاء ترامب؟ أو أمريكا عموماً مين أصدقاء بالمنطقة؟ السعودية وبقية دول خليش حلفاء أمريكا باليمن حلفاء أمريكا بالعراق مثل حكومة القادمة حلفاء أمريكا بلبنان لما وزير خارجية إيران بيقول سنرد على هؤلاء وهيدي الدول عم تشهد الأحداث اللي شهدتها بنفس الفترة ما بيكون في داعي للتحليل ولا للتنظير بتكون الصورة واضحة إيران العاجزة عن الرد على أمريكا ترد وتتحرش وتعتدي على حلفاء أمريكا نهاية حلقتنا الليلي تصبحوا على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر